إجراءات الوقائية والدليل أن الطريق يدخل وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ الخميس التاسعة من إبريل وهو بمثابة هدنة من جانب واحد أوقف التحالف فيها عملياته العسكرية لمدة أسبوعين لتعلن الحكومة لاحقاً التزامها بإيقاف إطلاق النار الخطوة التي أعلنها المتحدث باسم التحالف مصحوبة بمجموعات من الإجراءات لدعم جهود مواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا في اليمن تأتي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن عقب أيام من انكسار الموجة الأخيرة لهجمات ميليشيا الحوثي على مناطق سيطرة الشرعية وبدء الجيش هجوماً مضاداً استعاد فيه عدداً من المواقع جاءت هذه الهدنة لتضع حداً لهذا التقدم بعد أسابيع من الخسائر والانكسارات المتوالية للشرعية ما دفع مراقبين للقول إنها بمثابة إنقاذ للميليشيا وتكبيل لإرادة الجيش والحكومة الشرعية وعلى الرغم من أن التفرغ لمواجهة فيروس كورونا كان هو السبب المعلن لهذه الهدنة فإن مراقبين يرون أن السبب الحقيقي هو التمهيد لحوار سياسي يجري برعاية أممية لكنه لن يتجاوز عتبة البقاء في حالة لا حرب ولا سلم القائمة منذ أكثر من عامين دعوة وقف إطلاق النار هذه ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة إذ يشكك كثيرون بمدى جدية الحوثيين خصوصاً بعد أن شنت ميليشيا الحوثي قصفاً صاروخياً استهدف مدينة مأرب عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بدقاء الحوثيون كانوا قد كشفوا في وقت سابق عن وثيقة قدمت للأمم المتحدة تتضمن تصورهم الخاصة للهدنة وهو تصور لا يقترب من أي رؤية جدية لتحقيق السلام في البلد بل يضمن لهم تثبيت سلطتهم وتمويلها يعيش الحوثيون وضعاً مضطرباً وهو مزيج من الأزمات المركبة التي كرستها الحرب وتداعياتها على أمل بأن تنقضي هذه الدعوات لتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر بيروس كورونا فإن الأطراف المختلفة لن تعدم العذر للحيلولة دون خروج اليمنيين من هذا الوضع الكارثي القائم منذ سنوات